عمليات الإنسانية الشاملة في اليمن هدفها يتجاوز تقديم الدعم المالي والمواد الغذائية والصحية والإنسانية للشعب اليمني إلى زيادة قدرات الموانئ اليمنية جسر جوي إلى مارب ممرات برية آمنة مليار ونصف مليار دولار لدعم خطة الأمم المتحدة أهم ما نتج عن متمر وزراء خارجية دول التحالف الشرعية في اليمن حيث أعلنت الدول الأعضاء في التحالف إطلاق خطة العمليات الإنسانية الشاملة والتي تهدف وفق المؤتمر الصحفي لوزراء التحالف إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية لليمنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى مختلف أرجاء اليمن وقال السفير السعودي محمد الجابر إن العمليات الإنسانية ستعمل على معالجة الأزمة الإنسانية من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ لتكون قادرة على استقبال الموارد والحد من أنشطة التهريب فيما أعلن السفير السعودي عن تقديم 70 مليون دولار للمشاريع العاجلة تتضمن الخطة الإنسانية التي تقودها السعودية عدة مبادرات منها جسر جوي من الرياض إلى مارب والذي سيكون جاهزا لنقل المساعدات الإنسانية وقد بدأ بالفعل أولى رحلاته الجوية في ظل توجه لإنشاء ميناء بري في محافظة مارب تحالف خصص 17 ممر آمن تنطلق من 6 نقاط هذه النقاط سواء كانت بحرية أو كانت برية ووفق المؤتمر الصحفي فإن 17 ممرا بريا آمنا سيتم تجهيزها من 6 مواقع حدودية لضمان وصول المساعدات الإنسانية في الوقت الذي بدأت فيه الرياض بفتح معبر الخضراء الحدودي مع اليمن أعلنت الخطة الإنسانية الشاملة بعد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف العربي لمناقشة التهديدات الإيرانية على الأمن الإقليمي وأكد ترك المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي أنهم سيعززون منظومة التفتيش الشاملة لكافة السفن القادمة للموانئ متهما إيران بالسمرار دعم الميليشيات المتطرفة في اليمن عبر تزويدها بصواريخ حديثة والغام بحرية وأرضية